وتكتسب العلاقات بين مصر ورواندا أهمية خاصة بقيادة موقعهما الجغرافي في القارة السمراء كما يجمعهما حوض النيل مصالح مشتركة ومنافع متبادلة تجمع البلدين باعتبار مصر ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة كما تعد رواندا معبرا تجاريا ونقطة للتواصل مع الدول المجاورة لها روابط متينة وعلاقات تاريخية تربط مصر ورواندا على كافة الأصعدة والمستويات والمجالات روابط وعلاقات بين القاهرة وكيجالي تعكس رغبة سياسية حقيقية في توسيع التعاون والتنسيق بما يلبي التطلعات والآمل تعود بداية العلاقات الرسمية بين البلدين إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في عام 1976 عندما اعترفت مصر باستقلال رواندا وكانت القاهرة من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في كيجالي علاقات سياسية تنطلق من حرص مصري على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وقد استضافت القاهرة في هذا الإطار قمة البحيرات العظمى وذلك في نوفمبر من عام 1995 وهي القمة التي مهدت الطريق لإقرار المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار وإنهاء الحروب الأهلية في هذه المنطقة الحيوية من القارة السمراء ولأن أفريقيا باتت في صدارة أولويات القيادة السياسية فقد قام الرئيس السيسي بزيارة رواندا في يوليو من عام 2016 للمشاركة في القمة الأفريقية السابعة والعشرين بكيجالي وكان الرئيس السيسي بهذه الزيارة أول زعيم مصري يزور رواندا ولم يكتف الرئيس السيسي بتلك الزيارة بل قام بزيارة ثانية لرواندا في أغسطس من عام 2017 حيث استقبله الرئيس بولكا جامي وبحث الجانبان خلالها العلاقات السنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلاً على القضايا ذات الاهتمام المشترك كما يأتي قرار البلدين بعودة فتح سفارتهما دليلاً بليقاً على حرصهما على مداومة التنصيق المشترك ودعم وتعزيز العلاقات السنائية في المقابل زار رئيس رواندا القاهرة في أبريل من عام 2017 فضلاً عن مشاركة وفود رواندية رفيعة المستوى في العديد من المؤتمرات التي نظمتها مصر وتشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في مجالات عدة وهو الأمر الذي يعزز التعاون والتكامل بين البلدين ترجمة نانسي قنقر